قصة نوح تشتمل على معنى الانتظار وقد ورد في الروايات تفصيل عن انتظار طويل قصة النخيل والنوى لا مجال لذكرها وكذا قصة هود فإنها مبنية على الانتظار حتى قصة أبينا آدم قصة أبينا آدم كانت مبنية على الانتظار فحينما قتل قابيل هابيل وهابيل كان وصيا لأبينا آدم فخلت الأرض من وصيه فبقي ينتظر الوصي حتى رزق بولده هبة الله الذي كان وصيا من بعد أبينا آدم وهبة الله وأولاده كانوا في حالة انتظار لمن لمن كانوا في حالة انتظار لنوحن المخلص فإن الأرض قد انتشر فيها أولاد قابيل وأتباعه وقد هدد هبة الله ومن تبعه بالقتل والإفناء كما فعل مع هابيل إلا أن يكفوا ويجلسوا جانبا ويفسحوا المجال لقابيل الذي كان يمتلك القوة والسلطة آنذاك وانتشر المد القابيل الذي بقي إلى أيام نوح قصة الأعياد ونحن على باب العيد قصة الأعياد من هنا نشأت هكذا يحدثنا آل محمد قصة الأعياد أن هبة الله ومن معه وفي سلالة أولاده من الأنبياء والأوصياء كانوا في كل سنة يتخذون يوما يخرجون فيه إلى مكان بعيد عن أعين قابيل وأتباعه عن الخط القابيل يخرجون بعيدا في مثل هذا اليوم يتذاكرون أمر المخلص المنتظر يعني نوحا النبي قصص الأنبياء فيها عبر وعبر مثل ما قال القرآن ففي قصصهم عبر ترتبط بالقصة الأولى القصة الأولى محمد وآل محمد القصة الأولى هي الكلمة الأولى الكلمة الأتم التي يلهج الصائمون في هذا الشهر بذكرها من دون أن يلتفتوا وهم يقرؤون أو يسمعون دعاء البهاء اللهم إني أسألك من كلماتك بأتمها أتم الكلمات من؟ محمد وآل محمد الكلمة الأتم والاسم الأعظم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر